أبناء وبناتي طالبات وطالبات المدارس التجارية شعبة قانون أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في المواد القانونية من خلال قناة التعليم الفني بالتلفزيون المصري سبق واتكلمنا قبل كده في مادتين من المواد المقررة علينا قلت وقلتاني نحن عندنا ست مواد قانون مقررة السنة دي في شعبة بتاعتنا لهو القانون المدني، القانون المرافعات، قانون الإجراءات الجنائية، قانون اللوائح، قانون الأحوال الشخصية، قانون العقوبات اتكلمنا في القانون المدني، بدأنا تكلمنا عن عقد البيع واتكلمنا في الأحوال الشخصية، اتكلمنا عن الخطبة ودخلنا في الجواز وشروط الزواج النهاردة هنتكلم عن مادة جديدة إن شاء الله لها مادة الإجراءات الجنائية مادة الإجراءات الجنائية أو مبادئ قانون الإجراءات الجنائية هو قانون مرتبط أو شديد الصلة بالمادة اللي احنا ادخذناها في سنة تانية وبناخدها في تالت اللي هو قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية ببساطة هو بيوضح الإجراءات الواجب اتباعها بمجرد وقوع جريمة طيب من اللي بيحدد إن الفعل ده جريمة هو قانون العقوبات يبقى الاتنين مرتبطين ببعض ارتباط لا ينفك ارتباط وصيق يعني قانون الإجراءات الجنائية مش هنفكر إن احنا نبدأ نستعمله أو نطبق نصوصه أو نطبق إجراءاته إلا إذا وقعت جريمة وقعت جريمة بنبدأ نشوف إيه الإجراءات المطلوب بداية من جمع الأدلة بداية من إجراءات التحقيق اللي بتعمل النيابة العامة ثم تتكز قراري إما بحفظ الدعوة إما لواجه الإقامة الدعوة إما إحالة الدعوة للمحكمة ثم بعد كده بيتكلم عن أنواع المحاكم تشكيل المحاكم اختصاصات المحاكم إجراءات المحاكمة نفسها مين أول واحد يتكلم مين آخر واحد يتكلم والشهود وإجراءات التحقيق نفسها اللي هي التحقيق النهائي اللي هي في تحقيق ابتدائي بتجريه النيابة العامة وفيه تحقيق نهاية وجهة المحكمة من أجل الوصول إلى أكمل الحقيقة أو أكمل أوجه العدالة بعد كده إما المحكمة تبرق أو تصدر حكم حتى نصل إلى الحكم البات اللي هو ليس بعديه حكم طيب يبقى نبدأ النهاردة إن شاء الله نتكلم عن قانون الإجراءات الجنائية ونشوف أول حاجة عندنا بنقول بتنشأ عن الجريمة دعوان إيهي الجريمة؟ إحنا عرفنا الجريمة السنة اللي فاتت في العقوبات وقلنا كل فعل أو تصرف غير مشروع كل فعل أو تصرف غير مشروع ويقرر له القانون عقابا ويتولد عن الجريمة حقا كل فعل أو تصرف غير مشروع زي السرقة زي الأتل زي الرشوة زي الاكتلاس كل هذه جرائب هي أفعال غير مشروعة وبناء عليه القانون بيجرمها ويقرر لها عقاب طيب هذه الجريمة بيتحقق عنها أو بينتج عنها دعوان الدعوة الأولى اللي بنسميها حق الدولة في العقاب اللي هي الدعوة الجنائية دعوة الجنائية اللي هي بتتولاها النيابة العامة ده حق الدولة الدولة من حقها أن هي ينتشر العدل ينتشر النظام في المجتمع فهي التي تكون بذلك نيابة عن المجتمع كله الحق الثاني اللي هو حق خاص للمضرور اللي بنسميه الدعوة المدنية يعني عندي حق عام لا يتولد عن الجريمة أو حق خاص الحق العام قلنا اللي هو إيه؟ الدعوة الجنائية ده مين بيتولاها؟ الدولة أما الحق الخاص اللي هو للمضرور يعني مثلا نفترض أن واحد ضرب واحد حصله إصابة هنا في حقين حق عام اللي هو الدولة هتمسك الشخص اللي ارتكى بالجريمة تحاكمه وتعاقبه وتوقع عليه الجزاء الموجود في القانون طيب الشخص المضرور ده استفاد إيه؟ استفاد أنه هو من حقه يرفع دعوة مدنية اللي هو بقى المطالبة بالتعويض عن الضرر اللي أصابه والقاضي بيحدد له التعويض واللي هو بيبقى تعويض مادي أو مالي يبقى كده عرفنا أن فيه نوعين من الحقوق طيب ما هي الدعوة الجنائية؟ ده تعريف أو مصطلح ومن الحاجات بقى اللي احنا نبدأ من أول هنا نبدأ نركز عشان دي ممكن تبقى أسئلة امتحانات أو موضع أسئلة امتحانات وسبق وقلت كتير جدا أن الأسئلة نوعين أسئلة موضعية وأسئلة مقالية أسئلة الموضعية تاني الأسئلة الموضعية اللي هو التعريف المصطلح صحي وغلط أكمل توصيل الأسئلة المقالية تكلم عن ما هي شروط ما هي أركان ما هي خصائص دي اسمها أسئلة مقالية تمام التعريف أو المصطلح يعتبر من الأسئلة الموضعية طيب أنها عرف الدعوة الجنائية تعريف مختصر وبسيط تعني ملاحقة الجاني وإقامة الأدلة عليه وأحالته للمحاكمة يعني ملاحقة الجاني أبدأ أن أنا أحاوط الجاني أو حتى أوصل للجاني لو أنا مش عارف بعدين إقامة الأدلة من ما ينفعش أن أنا كدولة متمثلة في النيابة العامة أود شخص للمحاكمة بدون دليل طبعا ده لا يحق ولا يجوز طبعا النيابة العامة لا تقوم ولا تقدم المتهم للنيابة للمحاكمة النائية إلا إذا كانت تمتلك الأدلة الكافية لذلك وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوة الجنائية يبقى هنا المسؤول عن تحريك الدعوة الجنائية عند وقوع جريم هو النيابة العامة كلمة نيابة العامة يعني تنوب عن الجميع خدنا في العقود في سنة تانية أنه في حاجة اسمها عقد الوكالة عقد الوكالة دوت أن شخص هو ينوب عن شخص تديه باسمها نيابة خاصة نيابة خاصة في أداء أعمال وأداء تصرفات وبيع وشير لكن هنا احنا بنتكلم في جرائم فبالتالي هنا النيابة العامة تنوب عن المجتمع وعن جميع الأفراد في تحريك الدعوة الجنائية يبقى تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوة الجنائية ولا تبدأ إجراءات الدعوة إلا بإجراء جمع الاستدلالات له الأدلة التي تثبت التهمة بواسطة سلطات التحقيق سلطات التحقيق ليبت يبدأ من النيابة العامة أو من تنتدي به لذلك طيب طيب لما بتكلم عن النيابة العامة إيه هي النيابة العامة تعرفها تعتبر نائبة عن المجتمع ممكن يجيلك في شكل مصطلح يقولك كده تعتبر نائب عن المجتمع وهي المختصة أصلا بتحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها يبقى بتكلم كده عن النيابة العامة السؤال قد يأتي تعريف وقد يأتي مصطلح مباشرتها بإجراء التحقيق بنفسها يعني النيابة ممكن تعمل التحقيق بنفسها وده الأصل أو بمن تنتدبه يعني النيابة ممكن تنتدب شخص آخر يكون بأعمال التحقيق وهنتكلم برضو عن الناد لما ديجي ناخد إجراءات التحقيق النائي أو إجراءات التحقيق هناخد إن شاء الله النادب يعني النادب وسلطات المنتدب والكلام ده كل ومن تنتدبهم من مأمور الضبط القضائي مأمور الضبط القضائي هو الشرطة المدنية وتعتبر النيابة طرف في الدعوة وهي خصم شريف النيابة لما بتقيم الدعوة على خصم هي مش عايزة نواته مش عايزة تعزيبه لا هي خلاص هي بتنوب عن المجتمع فيه خصم شريف يعني خصم شريف إذا وجد لديها أن هذا الشخص مرتكب الجريمة والأدلة قوية فهي هتقدمه لا محالة إلى المحاكمة وبنسميه أمر الإحالة طيب الأدلة غير موجودة هتمشيه يإما حفظ دعوة يإما لواجه الإقامة الدعوة وهي خصم شريف للمتام هدفها تحقيق العدالة الشخص أنا ممكن أتبلى على شخص لكن النيابة هنا خصم شريف مش هتتبلى على حد ولكن بالأدلة فقط لغير النقطة اللي بعد كده طيب إيه هو نظام النيابة النزاع النيابة بيحكمها نظام دقيق وقانوني ومرتب جدا فيه تدرج فيه تبعية تبعية إشرافية وتبعية قضائية وفيه تبعية قانونية سواء لوزير العدل أو للنائب العام يقوم بوظيفة النيابة لدى المحكمة النائب العام طيب إحنا مصري فيها نائب عام واحد هل هو هيحضر جميع الجلسات طبعا ده طبعا مش مظبوط لكن ينوب عنه ينوب عنه المحامين العمون المحامين المساعدين رأساء النيابات وكلاء النيابات بيبقى اسمه وكيل النائب العام وكيله يعني هو وكيل عنه يعني نائب عنه في مباشرة الدعوة ومتابعتها وكذلك التحقيق هو نائب عن النائب العام إذن بنقول يقوم بوظيفة النيابة لدى المحكمة النائب العام أو النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أنا كده نازل بالتدريج من الأعلى إلى أسفل العامين الأوائل أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها لو أول ما بيكون في الدرجة الوظيفية في النيابة بيكون معاون نيابة وده مش موضوع دراسيتنا السندي يبا كده عرفنا نظام النيابة العامة هنخش على حاجة تانية إن محكمة النقد لها نيابة مستقلة اسمها نيابة النقد محكمة النقد محكمة ذات طبيعة خاصة وهندرسها برضو في نهاية المنهج إن شاء الله فلها نيابة خاصة بيها لأنها محكمة قانون ودعواها من طبيعة خاصة وإجراءاتها خاصة فلها نيابة مستقلة اسمها نيابة النقد طيب أعضاء النيابة يتبعوا مين؟ يتبعوا إشرافيا وقانونيا للسيد النائب العام أعضاء النيابة يتبعوا إشرافيا وقانونيا للسيد النائب العام طيب يتم تعيين السيد النائب العام إزاي؟ يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للقضاء عندنا مجلس أعلى للقضاء بيتم التعيين من السيد الرئيس الجمهورية المجلس الأعلى القضاء يوافق على هذا الترشيح ويؤدي النائب العام اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية بعد أن يتم تعيينه يقوم بتأدية اليمين القانونية أمام السيد رئيس الجمهورية وللنائب العام من سلطاتي من سلطاتي نقل أعضاء النيابة بدائرة معينة لمدة أربعة أشهر نقطة اللي بعد كده نقطة مهمة جدا من الحاجات اللي تيجي في الامتحان دائما لما الحاجات اللي هي بتتكرر كتير في الامتحان أنا بتوقعي أقولك بسلا دي هتيجي بنسبة 90% بنسبة 100% وربنا وفقكم إن شاء الله فبنقول اختصاصات النيابة مهمة جدا جدا طب النيابة العامة بتعمل إيه؟ بتعمل حاجات كتير جدا إحنا جبنا منهم في المنهج حوالي 9 نقاط هنحفظ 9 ونفهمهم إن شاء الله لكن طبعا دي ليست جميع اختصاصات النيابة العامة لكن استحال أن احنا نحصرها لأن اختصاصات النيابة العامة كتير جدا أول اختصاص عندي اللي هو الأساسي بتاع النيابة تحريك الدعوة الجنائية ومباشراتها بصفاتها ممثلة للمجتمع لحين صدور حكم نهائي فيها دي أول حاجة تكلمنا فيها إن هي نائبة عن المجتمع في تحريك الدعوة الجنائية وتباشرها يعني مش تحريكها فقط زمان زمان النيابة كانت سلطة اتهام ولاست سلطة تحقيق دلوقتي النيابة العامة بقت سلطة تحقيق وسلطة اتهام يعني تباشر الدعوة الجنائية حتى يصدر حكم بات والحكم البات هو أقوى أنواع الأحكام احنا عندنا حكم ابتدائي حكم نهائي حكم بات طيب نمرت 애 2 لاختصاص التالي من اخصاص النيابة العامة المساهمة في تشكيل المحكمة أنا هنا بتكلم عن القضاء الجنائية خدوا بالكم طالما باتكلم في إجراءات جنائية با باتكلم عن القضاء الجنائية لإن عيندي قضاء جنائي وقضاء مدني تشكيل النيابة العامة ليس بالضرورة في القضاء المدني إطلاقا إلا في حالة واحدة هنتكلم عنها في الآخر لكن في القضاء الجنائي تشكيل النيابة العامة من النظام العام يعني عدم وجود النيابة العامة في تشكيل المحكمة يبطل الحكم بطلان مطلق عندي بطلان مطلق وعندي بطلان نسبي البطلان المطلق يعني مخالف للنظام العام ولا يجوز إجازته بأي شكل من الأشكال حتى لو برضاء الأطراف تمام إذن تشكيل النيابة العامة من النظام العام ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنعاقب جلسة المحاكمة الجنائية دون وجود عضو النيابة لأنه أصلا سلطة الاتهام هو الموجه للاتهام فلازم يكون موجود نمر الثلاثة تختص بتنفيذ الأحكام الواجبة ولها أن تستعين بالقوة العسكرية في ذلك يبقى دور النيابة العامة دورها لا ينتهي عند صدور حكم لا ده كمان بتتابع وتشرف على تنفيذ الأحكام الأحكام الجنائية طيب ولها كمان أنها تستعين بالقوة العسكرية التي هي الشرطة المدنية في تنفيذ الأحكام إذا كان هناك ضرورة أو إذا كان هناك سبب دي نمر الثلاثة نمر الثلاثة تختص أيضا أيضا النيابة العامة بالإشراف على السجون والأماكن التي تنفس فيها الأحكام الجنائية طيب المتهم خد حكم بأجاني لأنه فيه فرق بين المتهم والجاني المتهم هو بريء حتى تثبت إدانته خد حكم بأجاني على طول طيب راح ينفذ للعقوبة بتاعته لازم النيابة العامة تتأكد أن هذا الشخص لا يساء معاملته لا يقع عليه أي نوع من أنواع الضرر سواء تعذيب أو أو وكذلك تشرف على أماكن السجون من حيث الإطعام من ناحية الصحية من ناحية ترفعية الناس المساجينين هناك دولة قدوا المدة بتاعته مفاضل قد إيه وهكذا ده إشراف على السجون من حيث أن نحن عوزين نوصل من النهاية وده الهدف من قانون الإجراءات الجنية حماية الحقوق والحريات يعني أنت تبقى عارف حقك من ضمن الحاجات اللي إحنا هنتكلم معنا في قانون الإجراءات الجنية قبض والتفتيش والاستقاف والتعرض المادي لازم تبقى عارف أن أنت من حقك في حالات معينة ما ينفعش حد يفتشك أو يقبض عليك وفي حالات أخرى لا يفتشك ويقبض عليك مين اللي بقول الكلام ده؟ قانون الإجراءات الجنية فهو قانون شديد الأهمية للناس كلها أنها تعرفوا مش شرط دارس القانون فقط لا طبعا يعني ما تدرسوش بتخصص لما أنت مش قانوني ولكن تعرف حقك وواجباتك يبقى نمرت أربعة تختص بالإشراف على السجن والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية نمرت خمسة تختص برعاية مصالح الغائبين وعاديم الأهلية الغائب هو شخص صدر حكم قضايا أنه غائب يعني لا يعلم له طريق ولا اتصال طيب لو لي أموال عليه أي حاجة فالنيابة العم هي المسؤولة عن متابعة أموره وكذلك عاديم الأهلية لو عاديم الأهلية لو المجنون أو المعتو ده اسمه عاديم الأهلية يعني ليس لدي أي أهلية أو الصبي العاديم التمييز اللي هو أقل من سبع سنوات ده هنا لو ملوش والي لو الأب أو العم أو الأخ أو الجد ده الولي أو القيم القانوني هنا النيابة العامة بتصبح هي الولي بتاعه هي المسؤول عن أموره وعن تصرفاته نمرت ستة الاختصاص السادس خلوكم فاكرين حد نتكلم في اختصاصات النيابة العامة تختص بالإشراف على تحصيل الغرامات والرسوم المقررة طبعا قد يكون هناك غرامات على بعض الأفراد نتيجة ارتكاب مخالفات أو نتيجة ارتكاب جرائم فهذه الغرامة تختص النيابة العامة بتحصيلها وكذلك لو هناك رسوم قضائية أو رسوم في شكل عقوبة على أحد الأشخاص أو يتحمل الشخص بنص القانون المسؤول عن تحصيلها برضو النيابة العامة أو الإشراف على تحصيلها مش تحصيلها بنفسها طبعا يعني نمرت سابعة الخصص السابع تقوم بعرض قضايا الإعدام على محكمة النقد مشفوعا برأيها متى كان الحكم حضوري احنا بتشوف احيانا عضو النيابة طالما خلاص احيال المتهم للمحاكمة بيكون شديد الإصرار لانه هو لمحول المحاكمة وجاب الأدلة على تنفيذ اقصى عقوب على المتهم واحيانا يطلب له الإعدام اذا كانت العقوبة الإعدام او يستحق الإعدام وكانت العقوبة الإعدام طبعا طب يعني بعد كل ده هو اللي يعرض قضايا الإعدام القانون بيقول كده اذا كان هناك حكم بالإعدام لازم لازم النيابة حتى لو المتهم نفسه ما طعنش على الحكم بالإعدام لازم النيابة تعرض الحكم بالإعدام على محكمة النقد ده بنص القانون لانه ده إعدام ده اقصى أنواع العقوبات احنا خدنا في سنة تانية العقوبات عقوبات بدنية عقوبات سلبة للحرية عقوبات مالية اقصى هم طبعا عقوبة الإعدام لانه ما فيش بعدها راجعة نمر 8 الاختصاص الثامن الحق في إصدار الأوامر الجنائية في هناك بعض القضايا زي ما ناخد برضو السنادي السنادي في المنهج في حاجة اسمها أوامر جنائية أقل من الحكم الحكم ده حكم قضائي النيابة ممكن تصدر أمر جنائي بديلا عن الحكم في بعض الدعاوة أن يكون الحكم بالغرامة لاسا فيها حبس مش محتاج تحقيق يعني الأمر الجنائي ليه شروط يعني الموضوع مش محتاج محكمة مش محتاج إحالة للقضاء النيابة هي لها تتصرف والقانون يعطيها ذلك هو تصدر أمر جنائي وليه شروط نمر التسعة وده آخر اختصاص عندنا من اختصاصات النيابة العامة تمثيل النيابة الزامي في قضايا الأحوال الشخصية للولاية على النفس أنا قلت لكم من شوية أن جميع جلسات المحاكمة الجنائية النيابة لازم تكون موجودة وتشكيلها أساسي من النظام العام في المدني لا إلا في حالات معينة من ضمنها هذه الحالة اللي لسه إلى دلوقتي أن في قضايا الأحوال الشخصية في الولاية على النفس اللي هو إذا كان فيه نزاع على الولاية على النفس بيكون المسؤول أو موجودة النيابة العامة كطرف أصيل وده بنص القانون أصبح كده يا أولاد عندي تسع اختصاصات ذكرناهم ولكن هناك اختصاصات كثيرة نكتفي بهذه التسعة النقطة اللي بعد كده عندي مميزات النيابة مش عزين لغبة ما بين خصائص النيابة اللي هم تسعة ومميزات النيابة اللي هم اتنين ميزة الأولانية وحدة النيابة وحدة النيابة العامة يعني وحدة النيابة العامة النيابة العامة زي ما قلت من شوية تشكل من بداية من سيد نائب العام حتى معاون النياب الذي يقوم بإجراءات تحقيق هو عضو نيابة قد يحدث عنه عنده ظرف من الظروف ومرض صفر وفاة لا سمح الله أو ما شابه فهنا الدعوة لن تتوقف والتحقيق لن يتوقف فينوب عنه زميلة في نفس المكان فجميع أعضاء النيابة يمثلون النيابة ويمثلوا بعض وبيكملوا بعض فالنيابة هي وحدة واحدة وعضو النيابة لما يمارس هذا الحق في مباشرة الدعوة لا يمارسها بشخصي ولكن يمارسها بصفتي يعني بشخصي يعني مش عشان هو أحمد أو محمود لا بصفتي باعتباره عضو النيابة هو ده المقصود بكلمة إيه وحدة النيابة العامة ده الميزة الأولى أما الميزة التانية التبعية التدريجية في النيابة العامة التدريجية يعني من يتبع من من الأصغر إلى الأكبر بنقول جميع أعضاء النيابة تابعون لرؤسائهم يعني معاون النيابة تابع لمساعدة النيابة مساعدة النيابة تابع لمدير النيابة مدير النيابة تابع رئيسنا وهكذا وهكذا وفي الآخر خالص كلهم تابعون للسيد النائب العام وعضو النيابة له الحرية في إبداء الرأي بما يتفق مع القانون دون توجيه من أحد عضو النيابة بحقق عنده سلطتين سلطة التحقيق وسلطة التهام سلطة التحقيق ليس لأحد عليه أي سلطة مطلقة في التحقيق يحقق كيفما شاء متى شاء بالطريقة التي تناسبه بالطريقة التي من وجهة نظري توصله للحقيق لأن عضو النيابة هدف الوصول إلى العدالة أو الحقيق وسلطة التهام لا هناك سلطة للنائب العام على عضو النيابة كسلطة التهام والثاني عضو النيابة لسلطة سلطة التحقيق وسلطة التهام سلطة التحقيق ليس لأحد عليه أي سلطة أما كسلطة اتهام للساد النائب العام سلطة على عضو النيابة في هذا الشأن نخش على استقلال النيابة هالنيابة تابع مين؟ تابع الحكومة اللي هو سلطة تنفيذية ولا تابع القضاء اللي هو سلطة القضائية إحنا عرفنا في سنة أول عندنا ثلاث سلطات الدولة فيها ثلاث سلطات سلطة الشرعية اللي هو المجلس النواب سلطة تنفيذية اللي هو إدارة الدولة عن طريق الحكومة الوزارات المختلفة النيابة العامة طبيعتها هي النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة التنفيذية في مباشرة الدعوة عن المجتمع وشعبة أصيلة من السلطة القضائية دون أن تتبع القضاءة تاني يبقى النيابة العامة هنا لها صفة مميزة أن هي تبع سلطة التنفيذية في جزئية وتبع سلطة القضائية في جزئية تانية بنقولها إزاي النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة التنفيذية تختص بالتصرف الدعوة أنا مسؤولة هي بقى بتنيب عن الدولة تحت إشراف وزير العدل ووزير العدل ده أولاد سلطة تنفيذية إداريا يبقى هو عضو النيابة يتبع وزير العدل إداريا وهي شعبة أصيلة من السلطة القضائية يعني تابع القضاء وإن كانت مستقلة عنها هي لها ميزة خاصة جدا لأنني قلت لكم من شوي هي سلطة تحقيق وسلطة اتهاب عشان كده ليها مميزات تجعلها تتمتع تتمتع بالقدرة والقوة أنها تمارس عملها في ظل القانون نقطة تالية اختصاصات النيابة العامة رغم استقلالها عن القضاء أُعطت لغباته ما بين اختصاصات النيابة العامة اللهم التسعة لأنهم من شوية لما نقول اختصاصات النيابة العامة وأسكت يبقى التسعة لكن لما أقولك اختصاصات النيابة العامة رغم استقلالها عن القضاء أنا أتكلم في ثلاث حاجات ممكن يجو صح وغلط ممكن يجو زي ما هم كده كسؤال مقال رقم واحد حرية إبداء الرأي أمام المحاكم ولا تتدخل المحاكم في عمل النيابة دي واحد نمرة اتنين ليس للقضاء الحق في توجيه اللوم للنيابة يعني المحكمة ما توجهش اللوم للنيابة أبدا خالص لأن النيابة مستقلة عن القضاء يعني عن المحكمة نمرة ثلاثة رئاسة وزير العدل قلت من شوية أن وزير العدل سلطة تنفيذية رئاسة وزير العدل للنيابة إشرافية وإدارية فقط أما السيد النائب العام ويرقص النيابة إشرافيا وإداريا وقانونيا النقطة التالية عندي مسؤولية النيابة العامة كلمة مسؤولية خدناها في القانون المدني ولكن هنحتاجها هنا المسؤولية هو مسؤولية الشخص عن تصرفاته يعني تعويض المضرور إذا شخص أصيب بضرر فالذي ارتكب هذا الفعل الدار مسؤول عن تعويضه تعويض بأي شكل من الأشكال تعويض مدي تعويض نقدي تعويض مالي بأي طريقة من الطرق طب هل عضو النيابة العامة يسأل عن تصرفاته طبعا لا يسأل عن تصرفاته لأن القانون بيدي له حصانة في إدارة أعمال عضو النيابة العامة لازم يحس بالثقة يحس أن القانون معاه لأنه أصلا في الأول في الآخر بيدور على مصلحة المجتمع عن طريق تطبيق القانون عن طريق تطبيق القانون فبنقول الأصل هو عدم مسؤولية النيابة العامة عن أعمالها القضائية القضائية ولا يجوز الرجوع عليهم بالتعويض يبقى هنا ما ينفعش النيابة العامة في أعمال القضائية حد يروح يرفع عضية بالتعويض على سيد عضو النيابة أو المصاريف وهي قاعدة غير مطلقة يعني طالما قلت قاعدة غير مطلقة يبقى في استثناء إيه هو؟ حيث يمكن مساءلتهم في حالة مخالفة القانون وارتكاب فعلا يجرمه القانون يعني بقى عضو النيابة إذا ارتكب فعلا يعتبر جريمة يسأل لكن إذا كان يمارس حقه الذي من حوله القانون في مباشرة الدعوة الجنائية فلا يسأل حتى لو ترتب عن ذلك ضرر للغير لكن إذا ارتكب جريمة عن قصد يسأل كتعويض ده يسمي المسؤولية النيابة العامة ويسأل عضو النيابة بشخص ولا يجوز رد أعضاء النيابة كانت في سنة تانية رد القاضي رد القاضي إذا كان لمصلحة رد القاضي إذا كان قريب أحد الخصوم رد القاضي إذا كان في عدم حياد وعكذا لكن عضو النيابة لا يجوز رده لأنه لاسى محكمة ولاسى جهة محاكمة لأن أعمالهم لاست من أعمال المحكمة طيب دي بتيجي صحي وغلط هل يجوز رد النيابة نقول إيه لا يجوز طيب حق النيابة العامة في تحريك الدعوة والقود التي ترد عليها نقطة اتفقنا خلاص أن النيابة العامة هي التي تحرك الدعوة الجنائية نيابة على المجتمع في الجرائب كلها ولكن دائما فيه ولكن في القانون هناك بعض الجرائم لا يجوز للنيابة العامة تحركها إلا إذا تحقق قيد معين عندي ثلاث قيود فرضها القانون على النيابة العامة قبل تحريك الدعوة الجنائية وإدنا أمثلة على هذه القيود القيد الأول تقديم شكوى قيد الثاني تقديم طلب قيد الثالث الحصول على إذن يبقى عندي إيه؟ ثلاث حاجات اسمهم إيه؟ قيود تحريك الدعوة الجنائية بيانا النيابة العامة هتغل إيديها يعني هتمسك إيه عن تحريك الدعوة الجنائية حتى يقدم المجن عليه أو من ينوب عنه شكوى أو طلب أو إذن إذا بنقول تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوة الجنائية ومباشرتها ده الأصل ده الأصل ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون وتحريك الدعوة أو تركها أمر مطروك للنيابة العامة في ضوء ما ترى ما ترى متعلقا بالعدل حتى لو تنازل المجن عليه باعتبار أن النيابة تنوب عن المجن عليه وعن المجتمع كله هناك في بعض الأحوال حتى المجن عليه لو تنازل لو تنازل عن حقي أنت تتنازل أنت حر عن حقق المدن لو تتعويض لكن حق المجتمع في تحريك الدعوة الجنائية مش من حقك تتنازل عليه حتى لو كنت أنت المجني عليه حتى لو كنت أنت المجني عليه يبقى قيود تحريك الدعوة الجنائية من النيابة العامة أو القيد قلنا عليه أنا قلت عندي ثلاث قيود يا ولاد قد الأولاني الشكوى لا يجوز رفع الدعوة الجنائية إلا بناء على شكوى من المجن عليه أو وكيله الخاص لو مع توكيل للنيابة العامة أو أحد مأمور الضبط القضائي يعني يتم تقديم الشكوى إِمَّا للنيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي في مواد قانون العقوبات وفي مواد أخرى lo50 لايس في مواد قانون العقوبات فقط زي ما نشوف دلوقتي لا وفي مواد اخرى يعني في قوانين اخرى طب اي الحالات الحالات التي نص عليها القانون ولا يجوز تحريك الدعوة الجنائية الا بعد تقديم شكوى واحد ونشوف كل حاجة لها سبب يعني جريمة سب الموظف العام او مكلف بخدمة عامة بسبب وظيفته سب يعني اشتم سب يعني اوجه له اشتمة يعني يقول له كذا هنا في هذه الحالة الامر مطروك للموظف العام اذا قدم شكوى للجهات المختصة اللي هو النياب او اصول او مأمور الضبط القضاء يتم بتحريك الدعوة الجنائية لم يقدم شكوى ولا كأن حاجة حصلت اتنين حالة تانية جرائم السرقة بين الاصول والفروع او الازواج الاصول والفروع يعني الابا والابناء ولد سرق ابو او اب سرق ابن زوجة سرقة زوجة او زوج سرق زوجة في هذه الحالة هنا بين وراعي الدولة او القانون بوراعي طابعة العلاقة الشخصية والخاصة بين الابناء والاباء والازواج والزوجات خلاص هو مسمح زوجته او يمسمح زوجة او خلاص مش عاوز يعاقب ابن خلاص انت هنا قدرة هنا المصلحة الخاصة مقدمة عن المصلحة العامة لان الجاني والمجن عليه الاب والابن في هذه الحالة ننتظر حتى يقدم المجن عليه لو اللي تسرق شكوى اذا تم تقديم شكوى تحرك الدعوة الجنائية لم يتم تقديم شكوى خلاص انت حر نمر الثلاثة جريمة امتناع المحكم عليه عن دفع نفقة او اجرة حضانة او رضاعة هنا نفس الكلام اذا صدر حكم بنفقة لمن يحتاج النفقة قد يكون الزوجة قد يكون الابنة قد يكون الاب قد يكون الام على من تجب عليه نفقتهم هنا اصبح هذا الحكم موقوف مساءلة الشخص الذي تجب على النفقة اللي بعد تقديم شكوى اللي بعد تقديم شكوى فهنا دي تعتبر جريمة اذا انت صدر حكم عليك بالنفقة كنا دائما نسمع لك يتدفع الحبس في النفقة بالذات طيب اولا المجن عليه مشتكاش خلاص يبقى ما فيش حبس يبقى ده برضو داخل في ضمن اطار ايه لابد من تقديم شكوى لتحريك الدعوة الجنائية ضد الجاني فازي الحال دي الجريمة رقم ثلاثة الجريمة الرابعة جريمة السب العلني السب العلني يعني يشتم في العلن في العلن قد يكون امام الناس قد يكون في الصحف قد يكون في الجرائب يعني بشكل علني بس فيه فرق بين شكل علني عادي قدر من الناس او في الصحف والجرائد في برضو في قانون الاجراءات الجنائية هنتكلم عنها في حنا خمسة جريمة القصف العلني احنا دائما نسمع لك جريمة سب وقصف الفرق بين السب والقصف السب اللي هو الشي تيم اعزكم الله واعفاكم الله اما القصف اني اوجه ليك تهمة اذا ثبتت عليك انت تعاقب واذا لم تثبت يبقى انا ارتكبت جريمة قصف زي ما قولك انت مرتاش يبقى انا لازم اقيم الدليل عليك انك مرتاش تبقى انا معرفتش اقيم الدليل يبقى انت تقيم علي دعوة ان انا وجهتلك قصف ان انا وجهتلك جريمة توسي اليك ويلي سمعتك يبقى نمرت خمسة جريمة القصف العلني نمرت ستة او الجريمة الستة عندي جريمة السب والقصف العلني المتضمن طعنا في الاعراض يعني بيتكلم في الأعراض وفي الشرف هذه برضو جريمة من الجرائم التي لا تحرك فيها الدعوة الجنائية إلا بعد تقديم الشكوى من المجني عليها نمر السبعة جريمة الحدث الحدث زي ما هناخد في العقوبات في جرائم الأحداث الحدث هو الذي لم يكمل 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة يعني أقل من 18 سنة ده نسميه حدث ولذلك نسميه محكمة الأحداث ومكان تطبيق العقوبة وكذا هو حدث يعني أقل من 18 سنة كان سيء السلوك يعني مغلب أهله مغلب الدنيا خالص الكيرج عن سلطة أبي وأمه في هذه الحالة الأب والأم هنا إذا تقدموا بشكوى الأب والأم تقدموا بشكوى للنيابة العامة يجوز تحريك الدعوة الجنائية ضده ما قدموا الشكوى خلاص أنت أحرر ده ابنك أنت هنا مقدر الموقف مش عاوز تعاقب ابنك عجبك كده سبنا تمانية جريمة السب أو القذف بطريق النشل في المطبوعات والجرائد هنا دي تختلف ما ده سب وقصف ده سب وقصف لا في المطبوعات والجرائد يعني واحد تلعك مثلا صحفي أو أي إن كان صفته شتم حد أو قال حد ده فلندا حرامي أو مرتشي أو فلندا كذا كذا ما يعتبر يعني إهانة أو سب هذه الحالة برضو هي جريمة سب وقصف وتعتبر برضو جنحة ولكن تختص بنظرها محكمة الجنيات احنا عندنا محكمة جنح ومحكمة جنيات مش دي موضوعنا لكن موضوعنا نعرف أن السب والقصف عن طريق النشر أو المطبوعات والجرائد لا يجوز تحريك الدعوة الجنائية إلا بعد تقديم شكوى من المجنة عليه كل ده احنا بنتكلم في القيد الأول لو ايه تقديم شكوى من المجنة عليه هذا القيد على النيابة العامة حتى يقدم هذا هذه الشكوى تسعة ارتكاب فعل مخل في غير علنية يعني حد ارتكب فعل مخل مع شخص آخر في غير علنية هذا الشخص إذا سيكت خلاص إذا قدم شكوى يتم بتحريك الدعوة الجنائية على من ارتكب هذا الفعل عشرة جريمة زنة الزوج أو الزوجة في قانون العقوبات عندنا حاجة اسمها قتل عمد مخفف قتل عمد مخفف دي برضو هناخدها في العقوبات إن شاء الله هو من فاجأ زوجته وهي متلبسة بالزنة فقط لها ومن معها يعقب بالحبس احنا عارفين القتل العمد ده يا إعدام يا سجن مؤبد لكن ده يعقب بالحبس هنا بسبب الخيانة بس طبعا مش نشرح عقوبات احنا بنشرح إجراءات جنائية طيب واحد فاجأ إن زوجته زنة عافكم الله أو العكس هنا برضو متروك لي هو الذي يقدر مصلحته فين أو مصلحته الأسرة أو ما إلى ذلك إذا قدم الشكوى يتم تحريك الدعوة الجنائية ما قدمش الشكوى يبقى هو حر قواعد تقديم الشكوى الشكوى تقدم إزاي الحتة المهمة طبعا إحنا عندنا عشر حالات قلناهم مهمين وهنا نحفظهم نقدم الشكوى إزاي تقدم الشكوى من المجن عليه أو وكيره الخاص تقدم الشكوى من المجن عليه أو وكيره الخاص يعني معه توكير بتقديم الشكوى طيب إمتى نقدمها بعد عشر سنين من وقوع الجريمة لا تقدم خلال ثلاث شهور من تاريخ العلم بارتكام الجريمة خد بالك مش من وقوع الجريمة لا من تاريخ العلم أنا ما أقدرش حسبك على الثلاث شهور إلى متساعة ما أنت عرفت فبالتالي بالتالي إذا واحد زوجته مثلا زنت وهو ما عرفش إلا بعد سنة نبدأ نحسب الثلاث شهور إلا من ساعة ما عرف من ساعة ما هي زنت طيب يجوز للمجن عليه اللجوء للدعاء المباشر عندنا حاجة اسمها الدعاء المباشر وهنا أخذها برضو ولها الشرطة ولها حالتها للدعاء المباشر إذا كان هناك تراخن في نظر الشكوى يعني هو قدم شكوى بعدين جاءت التحقيق تراخت لم تهتم بالأمر قدت الأمر وقته بزيادة عن اللزوم طب هو الرجل مستعجل وعزيك وتحقه على طول يعمل الدعاء المباشر اللي هي بتبقى جنحة مباشرة عند محكمة الجنح والمخالفات لابد منتوافر شروط معينة في بعض الجرائم محتاجة صفة أو شرط في مقدمة الشكوى مثل صفة الزوج أو الزوجة في جريمة الزنا صفة الزوج أو الزوجة يعني هنا في جريمة الزنا لازم اللي بيقدم الشكوى يا الزوج والزوجة وجهز لك السرقة بين الأصول والفروع اللي بيقدم الشكوى هنا يأما الأب يأما الإبن يأما الزوج يأما الزوج طيب نقطة لبعد كده إذا يتعدد المجن عليهم تكفي شكوى من أحدهم يعني لو واحد راح كده عند موظفين راح شتمهم كلهم مش شرط كلهم يروح يقدموا شكوى يكفي إن واحد فقط من المجن عليهم يروح يقدم شكوى لا يشترط الجميع إذا كان المجن عليه قاصرا يعني المجن عليه قاصر يعني لم يبلغ سن ضجد له 21 سنة أو مع طوهم وإحنا درسنا الجنون والعاته والسفه والغفلة في القانون المدني في سنة تانية قدم الشكوى وليه أو وصيه حسب اللي موجود وليه أو الوصيه بتاعه وبرضه ده موجود في القانون المدني هل وفاة الشاكي تؤثر على الشكوى؟ إطلاقا لا تؤثر على الشكوى بمعنى إن المجن عليه اللي هو الشاكي قدم شكوى ثم توفى الدعوة مستمرة ولا يتؤثر وفاته على الشكوى لأن العبرة وقت ما كان قدم الشكوى وليس بعد وفاته التنازل عن الشكوى هو القانون يداني حق أنا حق استخدمته هل من حق تنازل؟ القانون برضه يداني براح للاعتبارات أنت تقدر تقيمها كشاكي إن قد تتصالح أو تحس إن لا أنا تصرعت لما اشتكيت ابني تحس لا ده أنا ظلمت زوجتي لما أنا اشتكتها بالزنا أو تحس إن لا ما ينفعش أشتكي مراتي إن هي سرعت والكلام ده كله فبديك فرصة إنك تتنازل إنك تتنازل ده بتسمي التنازل عن إيه؟ عن الشكوى يجوز للمجن عليه التنازل عن شكوى في أي وقت طالما لم يصدر حكم نهائي؟ في أي وقت إن إنها مش مطلقة لا مرتبطة بصدور حكم نهائي تحضرتك قدمت الشكوى والإجراءات والمحاكمات والجلسات مستمرة صدر حكم نهائي خلاص سقط حقك في التنازل عن الشكوى كنت تنازل خلال هذه المدة كلها أنت منتظر لما يصدر حكم نهائي؟ لا فبنقول طالما لم يصدر حكم نهائي بات ويعتبر مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجن عليه اللي احنا قلنا عليه بالجريمة وعدم تقديم شكوى يعتبر تنازل عن الشكوى تنازل ضمني ما فيه تنازل صريح إنه روح بنفسي للجهات التحقيق يا جماعة أنا متنازل بس إمتى؟ قبل صدور حكم نهائي طب فالتلات شؤون مقدمت الشكوى يبقى أنت تنازلت عن حقك وده تنازل ضمني يبقى مش من حقك أنك تقدم شكوى بعد كده إذا حدث تنازل بعد صدور حكم نهائي لا يمكن قبوله إلا في حالتين يعني حضرتك صدر حكم نهائي بعد جميع الإجراءات دي كلها مش هنقبله إلا في حالتين ولضرورات قصوى وهي مصلحة الأسرة أو الأشخاص نفسهم إيه هم الحالتين دول؟ جريمة الزن يجوز للزوج الشاكة أو الزوج الشاكة تتنازل حتى بعد حكم نهائي حفاظا على الأسرة لو ده في مصلحة الأسرة السرقة بين الأصول والفرع والأزواج والزوجات واحد اشتكى ابنه أنه سرق والولد اتحبس وخذ إجراءات وصدر حكم نهائي بات أنه لو ده ده خلاص ياخد عقوبة السرق اللي هي ممكن توصل لسنتين فهذه الحالة يجوز للأب أنه يتنازل مراعاة للعلاقات الأسرية ولمشاعر الأب وخوفا على مصلحة الإبن وما إلى ذلك إذن القعدة لا يجوز التنازل عن الشكوى بعد صدور حكم نهائي أو حكم بات إلا في حالتين جريمة الزنا وجريمة السرقة بين الأصول والفرع ده كده القيد الأولاني ونخش على القيد التاني أنا سابق قولتلك يا أولاد عندي كان قيد تلاتة شكوى طلب إذن لو لاحظنا إن في الشكوى كلها حاجات شخصية كلها حاجات مرتبطة بشخص المجني عليه أما في الطلب الموضوع هيختلف شوية ده القيد التاني تقديم طلب من جهة معينة ليس شخص من جهة معينة حتى لو الشخص يبقى شخص بصفة وليس بشخص واحد تقديم طلب من وزير العدل في حالة العيب في حق دولة أجنبية أحد الأشخاص عابوا شتم في دولة أجنبية هنا دي تعتبر جريمة ولكن لا تحرك الدعوة إلا بعد طلب مش شكوى بقى خلاص اسمه طلب من السيد وزير العدل دي واحد اتنين تقديم طلب من وزير العدل في حالة العيب في حق رئيس أو ملك دولة أجنبية أنا بقى مش عاب في الدولة لا عاب في رئيسة أو شتم أو سب أو وجهه لؤيان أنا برضو المطلوب تقديم طلب من السيد وزير العدل لتحريك الدعوة الجنائية ضد الجاني أو من قام بهذا العيب ثلاثة تقديم طلب من السيد وزير المالية في جرائم التهرب الضريبي هنا تهرب الضريبي ده تعتبر جريمة مخلة بالشرف دلوقت شخص تهرب ضريبيا من اللي حركة الدعوة الجنائية ضده هو النيب العم ولكن بعد تقديم طلب من السيد وزير المالي اللي هو مسؤول عن هذا الأمر اللي هو الضرائب أربعة تقديم طلب من مدير عام الجمارك في جرائم التهرب الجمركي أحد الأشخاص تم اتهامه في نوع عنده تهرب جمركي أو تم ضبطه في الجمرك بيهرب حاجة لن تم تحريك الدعوة الجنائية ضده إلا بعد تقديم طلب من السيد مدير عام الجمارك هتلاحظوا كلها صفات أو جهات صفات أو جهات حكومية نمرت خمسة تقديم طلب من وزير الاقتصاد في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي السيد وزير الاقتصاد مسؤول عن اقتصاد الدولة هنا النقد الأجنبي دوت لو السوق السوداء بيتعامل فيها دور اقتصاد الدولة هنا الشخص المسؤول عن تقديم طلب لتحريك الدعوة الجنائية في من يتعامل بالنقد الأجنبي بشكل غير مشروع هو السيد وزير الاقتصاد ستة تقديم طلب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنة عليها في جرائم إهانة الهيئات النظامية الهيئات النظامية هي الهيئات المملكة للدولة الهيئات الممثلة للدولة بصالح الحكومية الوزارات المدارس المستشفيات قد نرى قد نرى بعض الناس يخلوا مكان معين دي مدرسة كذا ده مصلحة كذا ده مستشفى كذا ده إهانة على فكرة ودي جريمة ويعقب على هذه القانون طبعا احنا بنراعي ظروف الآلف هذه الأمور وما بنقدمش شكوى أو طلب لكن من حق هنا الجهة رئيس هذه الجهة أن يقدم طلب برفع بتحريك الدعوة الجنائية ضد هذا الشخص الذي قام بإهانة الهيئات النظامية كده عندي ستة حالات ستة حالات لابد فيهم من تقديم طلب لتحريك الدعوة الجنائية طيب أحكام تقديم الطلب زي ما تكلمنا في أحكام تقديم الشكوى هنتكلم عن أحكام تقديم الطلب هنا بقى الطلب لازم يكون كتابي طلب لازم يكون كتاب يعني ما ينفعش شفوي ويظل حق هذه الجهات في تقديم الطلب قائما إلى أن تسقط الدعوة الجنائية الدعوة الجنائية بتسقط بمدد معينة الجنيات جر الجنح جر المكلفات طالما الدعوة الجنائية يجوز تحركها يبقى يجوز لهذه الجهة تقديم طلب بتحريك الدعوة الجنائية مش هنقول بقى زي الشكوى ثلاث شؤور من علم المجني عليه لا لا خالص حتى تسقط الدعوة الجنائية القدي التالت والأخير أنا كده تكلمت في الشكوى وتكلمت في الطلب وتكلمت في الإذن الشكوى عندي 10 حالات الطلب 6 حالات والإذن عندي حالتين هنتكلم فيه الهدف من الإذن هو توفير الحصانة يعني الحماية لفئات معينة حفاظا على طبيعة الأعمال التي يقومون بها عندنا زي السيدة القضاء السيدة أعضاء النيابة لابد أن يكون لديهم حصانة قضائية في ممارسة أعمالهم حتى يكون عندهم راحة يكون عندهم راحية في مطابعة أعمالهم ما يبقاش قلقان أو خايف هو بيصدر حكم بالحبس أو يصدر حكم بالتعويض يصدر حكم بالإعلام بيصدر حكم بعدم لوجل إقامة دعوة أو بيصدر حكم بحبس احتياط لازم يكون عنده حصانة قضائية عشان ده دوره ولازم الدولة برضا أو القانون يدي له هذه الحصانة يدي له هذه الحصانة بناءًا عليه إذا كان أي من أعضاء النيابة أو القضاء لا يجوز تحريك الدعوة الجنائية ضدهم إلا بعد الحصول على إذن إذن منين من مجلس القضاء الأعلى؟ دي الحاجة الأولانية يبقى بنقول الهدف من الإذن توفير الحصانة لفئات معينة حفاظاً على طبيعة الأعمال التي يقومون بها مثل القضاء وأعضاء النيابة طب وأعضاء مجلس النواب نحصل على إذن من مين؟ من مجلس النواب مجلس النواب دورة هي السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية هي التي تقوم بالتشريع وتزر أحكامها وتزر قرارات وبتحاسب الحكومة في أعمالها فبالتالي لازم نحصن عضو النيابة عند تحريك الدعوة الجنائية ضده أن نأخذ إذن من المجلس الذي يتبع له هو مجلس النواب إلا في حالة التلبس إلا في حالة التلبس حالة التلبس هنأخذها برضو لو ضبط الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو بعدها ببورها بسيط هنا مش محتاجين بقى إذن لا إحنا هنا في حالة التلبس بيتم تحريك الدعوة الجنائية على طول بنقول تضمن القانون أنه في غير حالة التلبس يعني طالما ما فيش تلبس لا يجوز القبض على القضاء أو حبسهم احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء يعني أخذ إذن قبل مقبض عليه أو أحرك الدعوة الجنائية ضده وكذلك النيابة ويجب إثبات الإذن في الحكم يعني الحكم هنا لما يصدر ويقول بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب في غير حالة التلبس برضو لا يجوز تحريك الدعوة الجنائية ضده إلا بعد الحصول على الإذن بنقول لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بعد الحصول على إذن من المجلس اللي هو مجلس إيه؟ النواب يبقى أنا كده خلصت الثلاث قيود عندي في حق النيابة العامة تحريك الدعوة الجنائية اللي هو الحق الأصيل اللي هو أول اختصاص من اختصاصاتها تحريك الدعوة الجنائية لكن بتلاث قيود يتم غلل هذا الحق أو تقييده اللي هو تقديم شكوى 10 حالات تقديم طلب 6 حالات والحصول على إذن في حالتين لما القضاء والنيابة وأعضاء مجلس النواب القضاء والنيابة بنحصل على إذن من مجلس القضاء الأعلى أما مجلس النواب بنحصل على إذن من مجلس أو النواب نفسه طيب ما هي الجهات المختصة بتحريك الدعوة الجنائية؟ طبعا إحنا قلنا أن النيابة العامة هي الجهة الأصيلة أو صاحبة الاختصاص الأصيل بتحريك الدعوة الجنائية ولكن ده ما القنون فيه ولكن هناك جهات أخرى قد تختص بتحرك الدعوة الجنائية ولكن طالما فيه استثناء لا يتم التوسع فيه قابة عامة لا يجوز التوسع في الاستثناء يجب أن نلتزم بهذا الاستثناء والتوسع فيه وبطلع على طول فالقانون لما بيدي حق لأحد الجهات الأخرى أو الأفراد لتحرك الدعوة الجنائية فيبقى هما دول بس وفي الحالات دي وبالشروط دي على عكس النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصير في تحرك الدعوة الجنائية هنشوف اول جاية عندي من الجهات التي من حقها تحريك الدعوة الجنائية وهي محكمة الجنيات سلطة محكمة الجنيات في تحريك الدعوة الجنائية وده سؤال مهم وتحت كلمة مهمة دي حطه نتخط ايه الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الجنيات سين ما هي الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الجنيات تحريك الدعوة الجنيات واحد اذا رأت المحكمة محكمة الجنيات يعني اثناء نظر الدعوة ان هناك متهمين غير من اقيمت عليهم الدعوة وكان يجب إقامة الدعوة عليهم أنا دلوقتي قادي جنائي وقدامي دعوة أحلتها النيابة ليا وأنا بعمل تحقيق نهائي النيابة جايبا لي ثلاثة أشخاص متهمين وأنا بعمل تحقيق أنها اكتشفت أن فيه شخص رابع كان يجب اتهامه في هذه الحالة يجوز ليا كمحكمة إقامة الدعوة عليها على طول وتحريك الدعوة الجنائية ضده يعني هضيفه من قائمة المتهمين لبدا من هم ثلاثة النيابة حركت الدعوة ضدهم هتبقى أربعة دي أول حالة عندي بنقول إذا رأيت النيابة العامة أن هناك أشخاص آخرين غير المتهمين متهمين في النيابة تحرك على طول الدعوة ضدهم هنا بتكلم على شخص الحالة الثانية إذا رأيت المحكمة أثناء نظر دعوة أن هناك وقائع أخرى هنا بقى مش بتكلم على أشخاص بتكلم على وقائع يعني جرائم أخرى غير مسندة للمتهم فلا أن تقيم الدعوة بالنسبة لهذه الوقاعة بمعنى النيابة أحالة المتهم للمحكمة في جريمة واحدة جريمة صارقة وأثناء التحقيق اكتشفت المحكمة أن المتهم سرق وضرب أو سرق وسب أو سرق وارتكب جريمة أخرى ولكن النيابة لم تذكرها في قرار الإحالة يعني في القيد والوصف أحالته نوع ضرب لكن المحكمة وجدت أثناء التحقيق النهاية أن المتهم ارتكب جريمة أخرى تحيل الدعوة دي بالنسبة للواقع هنا بقى مش بتكلم مش أشخاص جدد لا وقائع جديدة الحالة الأولانية أضفنا أشخاص جديدة عشان نعرف نفرق ما بينها زي الحالة التانية هو نفس الشخص ولكن هضيف تهم جديدة هل من حق محكمة الجنايات زلك؟ طبعا من حق محكمة الجنايات زلك بنص القانون دي الحالة التانية أما الحالة التالتة نتكلم في إيه؟ حق محكمة الجنايات في تحريك الدعوة الجناية طيب الحالة التالتة إذا تبين للمحكمة أثناء نظر دعوة أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالدعوة يعني إحنا خدنا في العقوبات ارتباط جناية بجنح يعني هو ارتكب جناية وكان معها جنح زي السرقة بالإكراه زي اختلس وزور وهكذا يعني اسمها جناية مرتبطة أو جنحة مرتبطة والنيابة لم تحرك الدعوة إلا في الجناية فقط أو الجنحة فقط هنا في هذه الحالة يحق لمحكمة الجنايات تحريك الدعوة لهذه الجناية المرتبطة أو الجنحة المرتبطة أربعة وآخر حاجة من خصائص محكمة الجنايات في تحريك الدعوة الجنائية للمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تقيم الدعوة الجنائية يعني تحركها إذا وقعت منهم أفعالا من شأنها الإخلال بأوامر المحكمة والاحترام يعني المحكمة أثناء نظر الدعوة أحد الأشخاص قام بما هو يعتبر إخلال بنظام المحكمة أنا رئيس الجلسة رئيس المحكمة من حقي على طول يقيم الإجراءات أو المحاكمة الجنائية ضد هذا الشخص ويحاكمه على طول طيب ده كده حق محكمة الجنيات في تحريك الدعوة الجنيات طيب هل محكمة النقد برضو هي محكمة كبيرة عظيمة من حقها تقيم الدعوة الجنائية ضد حد آه طبعا عندي في حالتين واحد في حالة حصول الطعن للمرة التانية إحنا محكمة النقد دي محكمة قانون محكمة قانون يعني بتراعي أو بتراقب تطبيق القانون في الأحكام تراعي تطبيق القانون حسب قانون الإجراءات الجنائية وهي تقول الحكم صحيح أو جير صحيح يعني تنقضه إذا نقدته بيتم إعادة المحاكمة من قاله جديد تم نقدة الحكم وإعادة المحاكمة من قاله جديد وبعدين صدر الحكم فتنقد للمرة التانية نقض للمرة تانية هنا في هذه الحالة بقى محكمة النقد تفصل هي بنفسها في الدعوة يعني هي التي تحرك الدعوة الجنائية من تلقاء نفسها يبقى بنقول أول حالة عندي في حالة نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية يحق للمحكمة النقد تحريك الدعوة الجنائية اتنين إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامر المحكمة أو الاحترام الواجهب برضو زي جرائم الجلسات اللي احنا بنتكلم عنها أحد الموجودين قد يكون متهم قد يكون مجنع ليه قد يكون شخص حاضر الجلسة احنا عارفين طبعا حاجة اسمها علانية الجلسات ودي بناخدها في قانون المرافعات في سنة تانية من مبادئ التي يقوم عليها القضاء المصري علانية الجلسات يعني يحضر أي شخص إذا توفرت فيه الشروط العادية للحضور طبعا لأن الجلسات لا يجوز أن تكون سرية إلا في حالات معينة المهم إذا أحد الحضور مهما كانت صفته إذا ارتكب ما يعد إخلالا بنظام الجلسة يحق لرئيس المحكمة على طول أنه يحرك الدعوة الجنائية ضده إذن إذن محكمة النقد لها حالتين في تحريك الدعوة الجنائية الحالة الأولى إذا كان الطعن للمرة الثانية أما الحالة الثانية إذا وقع أثناء نظر الدعوة ما يخلق بنظامها والاحترام الواجب النقطة اللي بعد كده عندي حق المحاكم أي محكمة بقى اللي فات إحنا كلمنا في حق محكمة الجنيات كلمنا في حق محكمة النقد أنا بتكلم في أي محكمة بقى المحاكم في إقامة الدعوة بالنسبة لجرائم الجلسات جرائم الجلسات أي جريمة تقع أثناء نظر الدعوة بنقول إذا وقعت جنحة أو مخالفة يعني واحد شتم واحد في الجلسة واحد ضرب واحد في الجلسة أو ما إلى ذلك ما يعد جريمة حسب قانون العقوبات إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوة في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة طبعا النيابة موجودة إحنا قلت لكم من شوية أن لا يجوز تشكيل أو تنعقد جلسة محكمة جنائية سواء جنيات أو جنح إلا بوجود عضو النيابة العامة فعضو النيابة موجود على طول وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز وأقول جنحة أو مخالفة ما قلتش جنائة طبعا عشان نجالها جنائة ليسكة تانية إذا وقعت جنحة أو مخالفة سبق قصف أو ضرب أو صرخة أو ما إلى ذلك يجوز على طول لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال النيابة تحريك الدعوة الجنائية ضد المتهم والحكم عليه في الجلسة دي الحالة الثالثة لو بالنسبة للجلسة الأخرى التي من حقها إقامة أو تحريك الدعوة الجنائية إذا كلمنا في حق محكمة الجنيات كلمنا في حق محكمة النقد كلمنا في حق المحاكم فيما يتعلق بجرائم الجلسات جرائم الجلسات ما يعد جريمة حسب قانون العقوبات رابعا الطرف الرابع أو الجهة الرابعة التي من حقها تحريك الدعوة الجنائية هو أنا بقى بنكلم على شخص وهو حق المدني أو المدعب الحق المدني المدعب الحق المدني يعني بيطلب تعويض بسبب وقوع ضرر من الجريمة ضرر ده شق مدني خدوا بالك حق المدعب الحق المدني في تحريك الدعوة ده اللي بيسمى بالادعاء المباشر الادعاء المباشر الادعاء المباشر أن الشخص راح مباشرة في تحريك الدعوة يعني ما راحش بالاجراء العادي ان النيابة لاتحرك الدعوة الجنائية لا وده يجوز القانون اجاز للمجن عليه او المسؤول عنه في تحريك الدعوة الجنائية بشروط واحد ان الفعل الصادر من المتامي اعتبر جريمة اعتبر جريمة وده اللي منقول الكلام ده منقول ان الفعل الجريمة هو قانون العقوبات يعني لازم يكون جريمة سرقة ضرب سب اجتيمة جرح دفع ما يعد جريمة يعني اتنين يكون بشكوى من المدعي المدني اذا كان هو المجن عليه المدعي المدني اللي هو الشخص يطالب بتعويض نتيجة الدرر الحاصل من الجريمة بس شرط الاولاني ان يكون الفعل جريمة شرط التاني بشكوى من المجن عليه اللي هو المدعي بالحق المدني تلاتة الشرط التالت وده مهمة اوي لا تقبل من المدعي المدني لو صدر لا تقبل الدعوة الجنائية يعني من المدعي المدني لو صدر حكم بات او تم انقضاء الدعوة اذا كان المتام قد توفى هنا يسقط حقه على طول بعد الحكم البات لأن الحكم الجنائي البات هو أقوى حاجة وحكم له حجية له حجية فبالتالي يعني له حجية ليه قوة فبالتالي صدر حكم بات في موضوع معين لا يجوز بأي حال من الأحوال تحريك الدعوة الجنائية من أي جهة إن كانت طالما صدر حكم بات في الدعوة أو توفى أو مات المتهم المتهم نفسه مات تحرك الدعوة الجنائية ضد مين فبالتالي من حاجة ترفع دعوة مدنية بالتعويض على الورسة لو كده لكن الشق الجنائي يسقط بوفاة المتهم يبع عندي ثلاث شروط الشرط الأولاني الفعل الصادر من المتهم جريمة شرط التاني زي ما قدامنا كده على الشاشة يكون بشكوى من المدعي المدني إذا كان هو المجن عليه شرط التالت لا تقبل من المدعي المدني لو صدر حكم بات أو تم انقضاء الدعوة إذا كان المتهم قد توفى أربعة شرط الرابع عدم قيام المدعي المدني بإقامة دعوة مدنية للمطالبة بالتعويض عاوز ترفع دعوة جنائية ما تكونش رفعت دعوة مدنية بالتعويض روح الأول اتدعي جنائيا يعني ارفع دعوة جنائيا بعد كده اطلب تعويض مدني برحلة لكن لو المدعي بالحق المدني راح أولا رفع دعوة مدنية أمام القضاء المدني اللي المطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الذي أصابه من ارتكاب الجريمة سقط حقه في تحريك الدعوة الجنائية شرط الخامس قبول الدعوة المدنية التي وقع الاعتداء خلال نظرها يعني لازم يتم قبول الدعوة المدنية ليه بالتعويض ستة عدم صدور حكم بقال لا وجه لقامة الدعوة احنا قلنا من شوية ان النيابة العامة يحق لها انها تصدر حكم بقال لا وجه لقامة الدعوة وهناك أسباب كتير جدا لقال لا وجه لقامة الدعوة أسباب قانونية وأسباب موضوعية اذا صدر حكم بقال لا وجه لقامة الدعوة وده حكم ليه حجية قضائية وهنتكلم عنه في حينه على طول يسقط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوة الجنائية سبع الشرط السابع أن يكون الجريمة المراد تحركها يعني تحريك الدعوة الجنائية بشأنها جنحة أو مخالفة ولاسة جنائية لا يجوز للدعاء مباشرة في الجنايات والتاني لا يجوز للدعاء المباشر في الجنايات يعني جرائم القتل والرشرة والاختلاص وهت كل هذه الجرائم التي تعتبر جنيات لا يجوز فالدعاء المباشر ولكن يتم تحريك الدعوة الجنية بالطريق العادي عن طريق النيابة العامة بعد تقديم شكوى أو بعد إجراءات الأدلة اللي هي بتتعمل في هذا الأمر طيب للدعاء المباشر اللي هو عن طريق المدعي بالحق المدني بيتعمل إزاي زي ما واضح قدامنا كده بنقول يتم رفع الدعوة من المدعي بالحق المدني بإعلان المتهم إعلان يعني الإعلان ده ورقة من أوراق المحضرين اللي موجود في المرافعات بابعت له إعلان بس إنها طبعا مش مرافعات إجراءات جنائية خذوا بالكل فرق بين قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية قانون المرافعات بيتكلم في الشق المدني إعلانات مدنية أما إجراءات الجنائية بيتم الإعلان لكن وفقا لقانون الإجراءات الجنائية عن طريق النيابة العامة وما إلى ذلك المهم يتم رفع الدعوة من المدعي بالحق المدني بإعلان المتهم على يد محضر محضر من قضاء إجراءة طبعا أو بطلب في الدعوة المنظورة إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب التأجيل لإعلانه وهي جزء للمتهم لمهم أوي رفع دعوة تعويض بسبب رفع الدعوة الظالم يعني لو رفعت دعوة ظالمة على أحد الأشخاص وثبت ظلمها وليس لي حق في ذلك من حق يطلب تعويض عما أسبابه من درق فدنا من الجزء اللي خدناه النهاردة من قانون الإجراءات الجنائية وإلى لقاء حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة